اول فلاكشيب من شركة تيكنو مجنون بمعنى الكلمة السلام عليكم شبابا ياكم ارتضج اليحاوي اليوم شركة تيكنو بشكل رسمي خرجت عن صمت مالتها متحولت من شركة صانعة الاجهزة الاقتصادية والاجهزة المتوسطة الى شركة صانعة الاجهزة الفلاكشيب وممكن هذا خلاها بموضع حرج انه راح تنافس الاجهزة الفلاكشيب او لا هذا راح يتحدد بالعيام القادمة شركة تيكنو بشكل رسمي اليوم اعلنت عن جهازين هو الفانتوم اكس 2 فانتوم اكس 2 برو كل احنا نعرف انه الفانتوم اكس 1 اللي صدر بالسنة السابقة ما شافنا من عنده فتشي حلو الا انه مصنعيته والديزاين والشكل حلو لكن الادا مهلقة قوي لكن هاي الاجهزة اليوم عن انتهى معالج جدا قوي معالج من ميدياتيك هو دايما سي 9000 هذا المعالج اللي نافذي جن ون بلس من شركة كوالكم هذا المعالج مبنية معارية الاربع نانو نعم هو موجود بذاكرتين 128-250 و256 رسمي بالنسبة للبرو اما العادي راح تكون 128-250 انا بالنسبة لي ما يهمني العادي ليش انه العادي تقريبا نفس المعالج الشاشة تقريبا نفسها 6.8 من نوع اموليد و 397 بيكسل بالانش الواحد واستغلال الحواف جدا قوي 3.7 بالمية ليش انه شاشة منحنية من الاطراف فتنطيك جمالية جدا حلوة مع التصميم المعرف شنو هسا تراح تشوفونا التصميم بالنسبة للجهاز حسيته ما اتقنته التصميم ما التكنو لازم تبدلونه ابو التصاميم لازم تبدلونه التصميم مو هلقد حلو التصميم ما دي شون تحسه فتشينه شاز مو هلقد حلوة جهاز نتيجة في جانب كاميرتين الخلف اساسية اما الكاميرا الثانوية بالنسختين راح تكون بعدسة اساسية 64 و 50 ميجي بكسل خلينا ننتظر للكاميرات اول بداية اللي بتجي الشاشة الشاشة راح تكون 6.8 احنا قلنا من اوموليد راح تكون منحنية راح تكون جميلة شكل الجهاز راح يكون كله ديزاينه كله شحلو حيكون المعالجي من مالي الجي 710 لامسي 10 راح يكون 90 فرام بالمرتاح اذا الشركة متعاونة بشكل رسمي ويا لعبة بوب جي راح يكون محمي بطبقة حماية من نوع كورنج دوريلا قلاس في كتوس طبعا احدث طبقة وافضل طبقة موجودة حاليا بطبقات الحماية فشي جدا ممتاز والشركة تقدر تقول تعبانها على هذا الجهاز وزن الجهاز 201 غرام مع انه العادي راح يكون 210 غرام بهذا الوزن الموجود به هذا الجهاز راح يكون بنظام الاندرويد 12 الفاجئة مفاجئة 12 شوف اكثر شي فاجأني في هذا الجهاز انه راح يجيب اندرويد 12 مع ما هو 13 موجود حاليا ليش ما نزله 13 وهي او اس 12 اللي هو الواجهة مالي تكنو اما شيء المفاجئ الثاني انه هذا الجهاز راح يجيب 500 نت معدل الشمعات اخي الشيء ما هضمت جهاز يعني بهال المواصفات يعني جهاز فلاكشب يجيب 500 نت هذا الجهاز موضو السوط لو فلاكشب الكاميرات هذا الجهاز يجينا بعدس تين العدسة الاساسية 50 ميجابيكسل راح تكون للوايت انقل بفتحة عدسة 1.9 من سامسونج اما العدسة الثانية راح تكون ب50 ميجابيكسل 1.5 بالنسبة التليفوتو هاي العدسة راح تكون من سوني طبعا الموجودة من سامسونج راح تنفسها تلقيها وين موجودة بالس 22 بلس اما بالنسبة لسوني راح تلقيها بالسوني اكس فايف اي في نعم يعني واحدة من او عدستين موجودة على فلاكشب موجود من سامسونج ومن سوني فسامسونج وسوني مجموعين مسوي لها تامرة هذا الجهاز هل هذه الكاميرا راح تكون خيالية او اتقدم لك فتشي واو وفتشي ممتاز انا اتمنى هذا الشي من شركة تكنو لا الارقام مو دائما كل شي لكن اكو تجربة تثبت لي انه عدسات من شركات عملاء طبعا هذا الجهاز راح يصور لك الفور كي 30 و 60 اطار بالثانية فتشي حلو تصميم الكاميرات احنا قلنا تصميمها مو ها لقيت حلو لكن ممكن بالواقع مننزم الجهاز نقول تصميمها حلو لكن حاليا بالصور او بالفيديو اللي شفنا تصميمه حقيقة مخجل تصاميم شركة تكنو المفروض تبدل يغير التصميم قدر الامكان او ممكن تجي تحسينات على نسخة يمكن تجي برو اس يعني اكس تو برو اس يمكن يجي فيكون تحسينات عليه ممكن هذا الجهاز يجيب كاميرا امامية العدسة اللي راح تكون ثقة باعلى الشاشة راح تكون 32 ميجابيكسل وهاي العدسة راح يصور لك 1080 بيكسل نعم هذه العدسة راح تكون بفتحة عدسة 2.5 نعم هاي الجهاز ممكن راح يكون تصويرا امام والخلفي تصويرا حلو حسب ما تكون بالارقام طبعا من الاشياء اللي حلوة حقيقة عجبتني بهذا الجهاز انه النوع الذاكرة العشوائي الموجودة LPDDR5X فشي ممتاز نوع الذواكر الموجودة UFS 3.1 يعني عندك ارقى نوع من الذواكر وارقى نوع من الرامات فهذا شي جدا ممتاز مع انه سامسونج نزلت UFS 4.1 أو 4 لكن ما توقع راح ينزل للسوق بهاي الاجهزة بهاي السنة ممكن من نص السنة الجاية ممكن راح ينزل لكن بالنتيجة فاجأتنا تكنو بجهاز فلاك شب واكيد انا تنت كلي امل انه تكنو وانفين اكس ممكن تنزل لك بعد ما تستقر بالسوق انفين اكس بعدي من شاف التكنو ممكن تنزل لك جهاز من انفين اكس نفس البطارية 5160 ميلي امبير وشحن السريع 45 واط الشحن السريع نوعا ما جيد مع ما انه شاشة البطارية تعبر 5000 المفروض اقل 66 50 60 واط لكن بالنتيجة هذا هو قدرة الشحن الموجود خلاصة الموجود هذا الجهاز اعلنته الشركة السعر شنه الاسعار شنه كلكم سينو اتوقع الاسعار 720 دولار بنسبة النسخة العادية 930 دولار بنسبة النسخة 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 البرا من وهضم الموضوع 930 دولار تدفع بجهاز من تكنو هايوين الاسعار اللي راح تجي قريبا يمكن سبوعا وسبوعا حسب الاعلان الرسمي راح توصل اسواق منها اسواق المملكة العربية السعودية او اسواق الشرق الوسط بشكل عام اذا وصلت السعودية وصلت الامارات يعني راح توصل نه فاذا اجان بسعر 930 دولار ما اتوقع يعني الوكالة اللي عندنا موجودة تجيب هذا الجهاز 930 دولار لو تنزل هل قد هدايا لكن ممكن يجينا بارخص من هذا السعر ممكن ممكن يجينا ب600 دولار ممكن 700 دولار اي ممكن واحد يجي يجرب ونشوف شنو اشياء الحلو بي ممكن يكون واحد من افضل الاجهزة لفلاك شب ممكن فنتمنى ان يوصل ان باسرع وقت ونجرب وحقيقة صادمني شركة تيك نو تنزلك جهاز فلاك شب وبنهاية السنة مو بداية السنة ومواصفات قوية لكن السعر اقوى من عدهم نهاية الفيديو لا تنسي الاعجاب والاشتراك بالقناة وياكم رصد جليح وفي امان الله تحيات لكم